أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نيتانياهو قرب انتهاء مرحلة المعارك العنيفة ضد حركة حماس ولسيما في مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي أهمية عمل إسرائيل على وضع خطة فعالة وواقعية لما بعد الحرب في قطاع غزة خلافات إسرائيلية أمريكية ربما كانت تحت السيطرة في وقت سابق لكنها باتت أكبر من أن يتم احتواؤها داخل الغرف المغلقة رغم محاولات سد الفجوة المتزايدة بشأن وجهات النظر المتبينة إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط ملفات شائكة كانت على طاولة التباحث في واشنطن بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلانكين ووزير الدفاع الإسرائيلي أف جالانت وسط خلافات أمريكية متزايدة مع رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو خلال اجتماعهما أكد بلانكين لوزير الدفاع الإسرائيلي ضرورة أن تضع إسرائيل بسرعة خطة فعالة وواقعية لما بعد الحرب في غزة كما اطلع جالانت على الجهود الدبلوماسية الجارية لتعزيز الأمن والحكم وإعادة الإعمار في قطاع غزة خلال فترة ما بعد الحرب بلانكين اشدد أيضا على أهمية تأكد إسرائيل من عدم تفاقم التوتر مع حزب الله على الحدود الشمالية مع لبنان وأهمية تجنب المزيد من التصعيد في الصراع والتوصل لحل دبلوماسي يسمح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية بالعودة إلى منازلها من جانبه أكد جالانت على أهمية اجتماعه مع بلانكين لما له من تأثير على مستقبل الحرب في غزة وقدرة إسرائيل على تحقيق أهداف الحرب وعلى التطورات على الحدود الشمالية وغيرها من المناطق وأشار إلى استعداد إسرائيل لأي إجراء قد يكون مطلوبا في غزة أو لبنان أو في مناطق أخرى وفي السياق ذاته طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاكوب ليو خلال مؤتمر في مدينة هرتساليا الإسرائيلية بدور رئيسي للسلطة الفلسطينية في حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب ودعت بيربوك إلى تطبيق حل الدولتين لكونه الطريق الأفضل نحو سلام دائم في المنطقة هذا ولفت السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى الحاجة إلى إدارة مدنية للقطاع الذي دمرته ثمانية أشهر ونصف من حرب ضارية تحمل مخاطر متفاقمة للتصعيد في الشرق الأوسط ترجمة نانسي قنقر